محدش يشرب من مياه الحنفية هاتوا مية معدنية وبلاش تغمروا بحياتكم وحياة ولدكم دي نصيحة المصريين لبعض دلوقتي والبلد كلها وقفة على رجل بسبب اللي بيحصل في أسوان بس وزير الصحة حدد مهلة 48 ساعة بس وطلع يطمن الناس فهل الوزير عنده رد لأسئلة الناس وإيه حكاية المنطقتين اللي طلعوا سبب الأزمة وهل نشرب من مية البيت وإحنا متطمنين بلاش بلبلة وشائعات كلها كم يوم وأزمة أسوان هتنتهي ده اللي قاله وزير الصحة لما طلع يحط النقط على الحروف وبيأكد أن مية النيل سليمة مية في المية والصور المنتشرة على أساس أنها من أسوان كلها شائعات مغرضة لناس عايزة تنشر الألق بين المواطنين وطبيعي أي حد فينا هيسأل طب إيه الحقيقة حسب الوزير الدكتور خالد عبدالغفار الحكاية بدأت من 11 سبتمبر لما رصده 128 حالة بتعاني من نفس الأعراض وفي 22 اتعالجوا وخرجوا من المستشفيات بالفعل وعلشان يبقى الشغل سليم الصحة مع الإسكان مع محافظة أسوان بيفحصوا مية الشرب في محطات مياه أسوان كلها وعددها 103 محطة وده للتأكد من سلامة المياه وعلى فكرة الأزمة مش في أسوان كلها على كلام الوزير هم لفوا على 163 بيت علشان يقابلوا الأهالي واكتشفوا أن الحالات كلها طلع من قريتين أبو الريش ودراو ودلوقتي فرق الطب الوقائي شغال على فحص المياه في منازل المنطقتين دول وأخذوا عينات من الشبكات الداخلية علشان يبعتوها تتحلل في المعامل المركزية لوزارة الصحة والنتيجة النهائية هتطلع خلال أيام قليلة جدا وفي تقرير نهائي هيطلع خلال 48 ساعة تعليقات الأهالي على السوشيال ميديا بتقول أن المستشفيات هناك مردومة ناس على آخرها وما فيش سراير فضية والحالات كلها أعراضها وحدة بتبدأ من مشاكل في المعدة ووراها نقص السويل لغاية ما الحالة ما تبقاش عرفة تقف على رجليها وانتهي هنا بتتكلم عن عشرات الحالات اللي توزعوا على مستشفيات أسوان وفي ناس قالت لموقع مصراوي أن في حالات انتهت حياتهم بالفعل والغاية كام ساعة فاتت الناس كانت بتتكلم عن تلوث المياه وشايفين أن ده التفسير الطبيعي لانتشار الحالات بالشكل ده وعلى كلامهم ممكن يبقى فيه أكتر من احتماله الأول نتيجة الفيضانات اللي حصلت في السودان وتسببت في نفوق قرى كاملة بنسها ومواشيها ودلوقت المياه دي وصلت للنيل في أسوان والأهالي شربوا منها فحصل لهم إلا حصل وفي احتمال تاني قالك أن تلوث المياه سبب تسريب من المحطات اللي موجودة بالقرب من النيل وفي احتمال تالت قال لأ الحكاية أن في مشاكل بدأت تظهر مع دخول وافدين جدد لأسوان على خلفية الأزمة السودانية أما بقى آخر احتمال فسببه المولد لأن في رواية بتقولك أن الأيام اللي فاتت كان فيه تجمعات للاحتفال بالمولد النبوي والأكل اللي توزع على الناس ما كانش صالح للاستخدام فتسبب في مشاكل صحية للحضره وكانت النتيجة اللي بنشوفه دلوقتي كل الاحتمالات دي قلقت الناس الساعات اللي فاتت بس تصراحات وزير الصحة دلوقتي بتؤكد أن مصادر مياه الشرب سليمة لكن زيادة في الحضر ومن باب الاحتياط الوزير طلب من الناس تاخد بالها من وضافتها الشخصية وتبعد عن أي أكل أو شرب مجهول للمصدر لأن الأعراض دي بتبقى سببها مشاكل بتنتقل برضو عن طريق الأكل الملوث انتبع لو من أسوان أو تعرف حد من هناك شاركنا في التعليقات وقلنا تعرف إيه عن الوضع هناك دلوقتي